اشتركوا في القناة جاء ذلك خلال الزيارات التفتيشية التي قام بها مفتش صحة البيئة بإدارة الصحة العامة بالوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي شملت 58 زيارة للمحلات الترفيهية ودور للسينما في مختلف محافظات مملكة البحرين وذلك خلال أول وثاني وثالث ورابع أيام عيد الفطر المبارك من جانب آخر تواصلت الزيارات التفتيشية والتي شملت 173 زيارة للمطاعم والمقاهي خلال رابع أيام عيد الفطر المبارك وكشفت وزارة الصحة عن أغلاق أربعة مطاعم غلقا إداريا لمدة أسبوع بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة هذه المطاعم للجهات القانونية وكذلك مخالفة 41 منها خلال هذه الزيارات وذلك إثرى رصد مخالفات للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا هذا وأكدت وزارة الصحة على استمرار الزيارات الميدانية بمعاية الجهات الرقابية المختصة بتكثيف رقابتها خلال الفترة القادمة لضمان عودة فتح المنشآت وممارستها لأنشطتها وفقا للإجراءات المطلوبة كأحد الركائز المهمة للحد من انتشار الفيروس وحفظ السلامة للجميع